أعلنت محافظة سهاجة عن استقبال صوامع وشوان المحافظة 42 ألف طن من الأقماح بمختلف الشوان والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن وأكد محافظ سهاج طارق الفقي أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لتذليل كافة العقبات ولتسهيل عمليات التوريد على المزارعين وأهمية الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لتوريد الأقماح والتأكد من جودتها وإحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح الأقماح الانتاجية عالية الجودة مرتفعة جداً على الحبوب ممتلئة نحن نقدم جميع التسيرات للمزارعين في عمليات استلام الأقماح المحلية من أول ما تدخل العربية الحاد لما يتم التفريغ على النقرة كما هو موجود في الصورة أمامكم طبعاً أسعار الجمح محددها وزارة التومين بأسعار ممتازة جداً درجة نقاوة 23.5 قراءة 885 درجة نظافة 23.875 درجة نقاوة 22.5 865 لأن الحمد لله رب العالمين السنادي الأمور الدولة عاوزة تأخذ أكبر كمية من الأقماح والانتاجية مرتفعة بدرجة عالية خالص